هل لديك فكرة رائعة لعمل فني؟ لكنك لست متأكداً كيف تبدأ أثناء تقلق لدينا بعض الحيل البسيطة المفيدة لتحويل الأبكار العادية إلى آمال فنية حقيقية والآن لنطلق العنان لخيالنا يشهرني حبيبي بالإلهام أتأمل أن يقدر هذا لن أخسر شيئاً كيف الحال يا دابد؟ جميل ماذا كتبت لي؟ أجل لدي بعض المشاعر بشأن هذا فلتها دائيا قلبي لنرى هنا كنت بي آسف دعيني أساعدك على جمعها أوو يداك نعمتها للغاية آه أوو كتبي أوو صحيح إذن هجل شكران أظن أنني واقعاً في الحب مهلاً نظرة واحدة أخيراً هجل هذا الرجل مميز حقاً آه أوو هذا ما سأقوله لا مثيلة لتذكير حبيبتك بلحظة لقاء عينيكم لأول مرة انتهى الجزء صعب جميل واو إنني أتذكر ذلك يا لهم رومانسي لطيف أحبك يا عزيزتي مهلاً 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 كلا من الجيد أن لدي المزيد من الوراق أوو رائع هذه أسوأ من الأولى آه هيا الآن ركز تبد أنك تمازحني لماذا لا يمكنني رسم زهرة غبية؟ حسناً إهداء تنفس بعمق يمكنني فعل هذا أنا متمكن تماماً حان وقت البدء برفق برفق آه كان ذلك موصفاً لكن مهلا اللحظة يا لهم من شكل مثير يمكنني العمل بهذا سيساعدكم استخدام فرشات الألوان بطرق مختلفة على صنع تصاميم فريدة ومختلفة تماماً وفي حالتي رسمت بثلات وبعد أن ترسموا الزهرة بأثمالها أضيف بعض اللون الأخضر للأوراق والجدع هل ترون كيف يصير الأمر؟ استخدام الفرشات بحضر ناجح جداً يمكنكم حتى توصيل الزهرتين فهذا يملأ المساحة بشكل جميل علمت أن بإمكاني فعلها واو، أرسمت هذه بمفردك؟ لماذا لا تأخذيها يا آني؟ فلدي المزيد من الإبداع وهذه المرة سأجرب طريقة جديدة تماماً لكن لا تقلاقوا، ما زلنا سنكمن الموضوع نفسه هل ترون كيف تصنع هذه الضربات أوراق شجر تبدو واقعية؟ لا تخافوا من أن تستغرقوا وقتاً طويلاً في رسمها يمكنكم رسم العشبي أيضاً، هل ترون؟ لكن سيصبح الجزء التالي أكثر تعقيداً يمكنني استخدام طراء منتفق مثل هذا لابتكار قوام جديد وممتع باستخدام بالون كم هذا مرضاً والآن استخدموها كختمة وستحصلون على أزهار ممتعة وفريدة للغاية لا تنسوا هذا، رائع، أليس كذلك؟ هذا مذهل ملايوكي ديفيد، كيف فكرت في هذا حتى؟ لدي مكون سري أوه، هذه صورة مبهجة بالتأكيد جيدة كفاية لتوضع في إطار ولماذا أتوقف عند هذا الحد؟ أحتاج إلى الإلهام فحاسب صحيح، ماذا قلت؟ هيا سوزان، أنت سيئة أوه، لا أعرف معذرة؟ ورقاتي أوه، هذا خطأ أوبس انظري إلى ما فعلت، لقد أفسدتها اسما، هل يمكنني أن أريك شيئاً؟ هل سمعت من قبل عن صدفة سعيدة؟ هذه إحداها أنا؟ أجل، يمكنك رسمها بأحجام مختلفة أيضاً يمكنك استخدام أي شيء تقريباً طالما أنه دائري بالطابع هل تظنين أننا رسمنا ما يكفي؟ إنها تبدو رائعة أليس كذلك؟ صافحيني هل نعني الصغير؟ حسناً، يبدو هذا المكان مناسباً حقاً؟ لديكم الأشجار والطبيعة ازداد حماس المنافسة يمكنك المراهن على ذلك لا أعرف ماذا؟ توقف عن النظر إلى رسمتي لا يهم، حسناً، سأكون هنا أيضاً مالذي يمكنني رسمه؟ وجدتها، إنه لطيف أمل أن دائري لم يرى لقد رأيته أولاً آه، فليفز أفضل رسام طيور بعض الدوائر المرسومة بمهارة تحقق نجاحاً كبيراً عليكم أن تعرفوا أين تضاف الخطوط رائع، أليس كذلك؟ لكن بعض الألوان ستجعلها زاهية حقاً يدل الأصفر على السعادة، أليس كذلك؟ إنه مثالي لرجل مبهج وماذا عن بعض الأخضر؟ درجة لون مسالمة، وسأضيف بعض الأزرق ليجذب عين النظرين التلوين عند الحواف أولاً هو أفضل خيار دائماً يجعل عملية التلوين منظمة، أليس كذلك؟ كنت أنتهي؟ تبقت بعض اللمسات نيائية وهكذا ينجز الأمر يا رفاق، عمل فني حقيقي، ألا تتفقون معي؟ هجل، أنا سعيد بالنتيجة جداً ما هذا؟ احتجت إلى يد إضافية، اتضح أن اليد هي كل ما تحتاج إليه حسناً، اليد وبعض النقاط والفطوط موضوعة بشكل استراتيجي، هل يمكنك رؤية وجه الطائر؟ لا تقلق، سيتضح قريباً، ستكشف هذه الأغصان الأمر وهاهما قدمه الصغيرتان اللطيفتان سوضع قليلاً من اللون الأخضر، أظن أنها رسمة تمدك بالسلام هل يمكنكم رؤية الطائر الآن؟ أنا مبدعة حقاً، أليس كذلك؟ حسناً، إن أردت رؤيتها فعلاً، ليست شديدة السوء أظن أن الرسمتين رائعتان، هل نسأل المعلم؟ حقاً، آمل أنه بخير، يبدو أنه غفى سريعاً استيقظ، أولاً قد انتهيتم، أليس كذلك؟ أوه، عمل رائع، والآن أملاني خمس دقائق حسناً، أيضان أحتاج إلى شيء سيلفت الأنظار وعلم الشيء المناسب لذلك، درجات الألوان التكملية ستكون الفائزة لكن ما زال ينقصها شيء لكن ما هو؟ أوه، هذه الكرة صغيرة للغاية أوه، هذا الشيء أذهلني أمي، أوه، ليس الآن حسناً، تبقى لديك الكثير من الطلاء مما يدرك لي مساحة للعب شكراً لا أعلم ما علي فعله فحسب حسناً، سأجرب قليلاً من أين ذهبت لوحة ألواني؟ دافد، هل هذا أنت؟ ماضرة؟ انظري، لقد رسمت هذا أدعوها مياه البركة أهام أوه، أعلم ما علي فعله هل تريد الطلاء على وجهك؟ زربها يا دافد أوه، مجدداً هذا ممتع صحيح؟ يمكنك تكرار ذلك؟ حقاً، ماذا إن استخدمت إصبعي أيضاً؟ ها أنا داً ها، النقاط الزرقاء أتي يا رفاق والآن لوني المفضل أوهو، لقد انتهيت، انظري يا أمي حسناً، ليس هذا مذهلاً، لكن لنجرب حيلة أخرى، يمكن للتناظر أن يكون جميلاً، ولإثبات صحة ذلك، فلقد اتكرته بنفسك إنها فراشة جميلة سيمدها هذا الخط بالحيوية، مع المخطط الخارجي للجناحين ها الجانب الآخر؟ ها أنا داً تأمل هذا الجمال الخالص فحسب وهذه البداية فحسب يا بني هل تشعر الآن أن بإمكانك إطلاق العناني مخيلتك؟ ربما ستنهمك هذه الحيل، لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، والاشتراك في قناتنا وكمشاهدة المزيد من الفيديوهات المذهلة شكراً للمشاهدة